فاني يفرض عليه انه هتلعب مثلا انت بتلعبونجراي مظهور وقال لك هتلعب باكليفت هل اللعب ممكن يعترض؟ لا ما يعترضش طبعا يعني هو في الاول والاخر هينفز اللي هيقوله المدير الفني مهما كان اسمه هينفزه يعني طبعا يعني لكن برضه المدير الفني برضه المدير الفني المدير الفني عنده الخبرات يعني هل لا مش يضره نفسه يعني فهم شايفين ان انت ممكن يبقى عندك الحتة الهجومية شوية والحتة الدفعية لزمان كل من ينعب 3-5-2 لو تفتكها ايوه انا ليه بقول لك الكلام ده سيد ده اني في مباراة مصر مع نانجيريا في كاس الأون وفريقية الميستر كرويش اللي هو المدير الفني لعب محمد صلاح راس حربة فالنسي قلت لك ازاي لعب محمد صلاح راس حربة ونغير في الاماكن قال لك اللعب المفروض تعترض علشان كده مثلا كنت راجل مسؤول دلوقتي وبتحضر مع المدير الفني متسماني وبتشوف الكلام ده كله هل في لعيب لما يقول له بس هتلع حتة فلن يقول له لا مقدرش ألعبها هو اولا مش عندي يعني مش تيجي حاجة في راس المدير الفني فهنعملها هو بيستفسر وبيسأل المجموعة اللي حواليه هل هو اللي عد عنده ميول أصلا عنده القدرات ان هو يلعبها ولا لا وبعدين ناخد القرار لكن مفيش واحد يعني على مدار تاريخنا كله حبينا اللعبه في مكان وقال لك لا مش هلعب يعني مفعش طيب حجس مكانك ازاي في وس النجوم الكبيرة دي برضو برضو يعني في قاعدة كتعامل بشري انت بترتبط دايما بالصغيرين تعاطف على طول نعم يعني ايجي حد على مستوى العالم على مستوى العالم بيشوف حد صغير بيعمل حاجة حلوة بيتعاطف معه على طول مش عاوزك مزموط ما كنا احنا مرنا بنفس المرحلة دي كلام جميل جدا بعد كده التعاطف ده بيتقلب تقييم يعني التعاطف ده بيتقلب تقييم على طول يوم 27 ابريل دي كانت اول مباراة استاذي التواريخ للتحاد السكنداري يوم 23 مايو يعني بعد اقل من شهر تمام اللي الاربع ايام كده كان عندنا مباراة في اسوان في الدول لعبتها لعبتها انت عارفين انت تلعبها لا خالص ده ما عارفش هلو في المحاضر ولا في القطر وانت بسافر ولا كده احلا بروح على بيوم انخل بالك احه لك مثل ماتش الجمعة نروح الاربع ايو ايو فنتمرنا لتمرينة هناك في اسوان وبعد كده الماتش تاني يوم الماتش تلت يوم تلت يوم اوعا تاني يوم التمرينة نروح على العشا وبعدين نتمرن تاني يوم وبعدين نلعب المباراة ففجأت ان انا في المحاضرة اسم موجود هولمن وبعدين جبني بعد بعد الماطش مش قبل الماطش ودي من الحاجات اللي اتعلمتها مكتب تثابت على الفكرة يعني الحاجات اللي اتعلمتها مكتب تثابت لما تجي تلعب عالي عايب صغير ما تكترش في الكلام قوي عشان ما تشدش وما يتوهش منك يعني المسج اللي انت هتقولها يعني خليها محددة نقط يجيبكش بقى خلي بالك هتعملوا تساوش عن الكلام ده هتوه مني انت هتوه مني لو انا عادت اكلمك نص ساعة هتوه مني الوقت يعني ما اقل او دل بس الكلام قبل الماطش ما يبدأ مثلا بساعة قال لي هتعمل ماطش كويس كده بس فيش حاجة تانية بقى اتخضت؟ اتخضت؟ انا كنت مركز جدا مركز جدا دي بقى هنا اللحظة هنا اللاعب لازم يحط نفسه ستان ديباي في اي وقت انه هيلعب سواء احتياطي بقى قاعد مركز قبل الماتش مركز كل حاجة مركز دا كان ماطش دوري الاتحاد كان ماطش كاس كسبت ثلاثة واحد في الكاس وكسبت ثلاثة واحد في الماتش بتاع اسوان لا كسبت لها اسوان اتنين صفر اتنين صفر حسام وفليكس او فليكس الاول بعدين حسام طيب هلما بيمثلك ايه في حياتك؟ هلما بعد الماتش بتاع اسوان ده رواحنا على الاوتيل الاول تعشينا وبعدين الطيارة كنتويسة واحدة اوه واحنا من تعشى كده ركبوا طيارات يا عم احنا كن يمدركوا بالباس ويطلع علينا فقال لي قال لي اوه هتفتكت ان انا لعيبتك عشان النواقص اللي عندي انا لعبتكش عشان النواقص اللي عندي اه انا بقى لعيبك لانك بقى لك اتنين وعشرين يوم انا متابعة تابرينا ده هولمن بدأت المباراة دي باك باك رايت؟ لا لعبت المباراة دي هاف رايت هاف رايت اه كانت ابراهيم حسن بيلعب اه ودي معلومة بغلوط عند الناس برضو وكل الناس بتتخيل ان انا لعبت لما كانت ابراهيم حسن توقف ايوه لا انا كنت لعبت مع كانت ابراهيم حسن نفسه لعبت بقى بس لعبت هاف رايت قدامه قدامه اه عملنا مطش جامد جدا عملنا مطش جامد جدا فقال لي انا انا متابعك بقى لك 22 يوم مفيش يوم في 22 يوم دول ده على طول كده قال لي اه بعد المطش وما خلص اداك قال لي فيه فكنت بلعبك وانا يعني اه على ثقة مش على مجازفة يعني احنا معنا تارير من احمد فوزي احمد فوزي ده انا ده انخبر زي ابني لما انا اللي جبته اخترته في مدنسة الكورة وكان جول غير عادي وقلته ده هيبقى جول النادل اهلي في يوم الايام نسمع بيقول لي هي وانرجع تاني يلا سيد